اشتركوا في القناة الذي تقوم به المؤسسة والرعاية الكبيرة للأرئتام والأرامل وجميع الفئات المحتاجة في مملكة البحرين من أجل توفير حياة كريمة للجميع وثمن اسمه الدورة الإنسانية واللفتات الحانية من جلالته تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة والتي تعكس المواقف الثابتة والواضحة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مثمنا لأعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية وجميع منتسبية المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جهودهم المخلصة في عمل وإدارة المؤسسة ورعاية الأسر المنتسبة جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حيث أكد أن البحرين تحظى بقيادة تولي المواطنة والإنسان الاهتمام الأول حيث اتخذت البحرين خطوات كبيرة ومهمة على مختلف الأصعدة تمكنت من خلالها تبوأ ومراكز مهمة ومتقدمة في العالم من جانب العمل الإنساني من خلال ما تقوم به من دور إنساني في الداخل والخارج إلى جانب الدور الكبير الذي أولته البحرين في الحفاظ على صحة المواطن والتصدي لهذه الجائحة المستمرة جراء فيروس كورونا كما وجه سموه إلى همية مواصلة العمل ضمن رؤى وتطلعات جلالة الملك واتخاذ الخطوات المهمة لتنفيذ توجيهات جلالته لمواصلة العمل الإنساني والإبداع والإحسان وتقديم الرعاية المتميزة والشاملة للأيتام والأرامل وجميع الفئات المستحقة في مملكتنا إلى جانب المساهمة في مد يد العون وتخفيف معاناة الشعوب في الدول الشقيقة والصديقة من جانب أشهد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادت الدكتور مصطفى السيد بالرعاية المتواصلة التي يليها جلالة الملك المفدى حفظه الله لأسر المؤسسة والاهتمام الكبير بعمل المؤسسة مثمن أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد لهذا الصرح الإنساني الكبير ومتابعة سموه لتفاصيل العمل بكل حرفية وتوجيهات سموه الموفقة في هذا الشأن واستعرض أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع آخر المستجدات التي نفذتها المؤسسة الملكية ضمن التوجيهات الملكية والخاصة بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية داخل البحرين وخارجها إلى جانب تقديم المساعدات والخدمات في مختلف الجوانب للأيتام والأرامل ومختلف الفئات المستحقة في البحرين ومتابعة ما تم إنجازه ضمن حملة في النخير والدورة الذي قدمته للمواطنين والبحرين شكرا